دعا ممثل الأمم المتحدة العراقي يان كوبش إلى تشكيل حكومة عراقية وطنية تتجاوز الطائفية وإطلاق حوار شامل من أجل تحقيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد كوبش ذكر في تقريره إلى مجلس الأمن أنه حث القادة السياسيين العراقيين إلى إعطاء الأولوية لحوار شامل غير طائفي وضمان تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب سريعا